اشتركوا في القناة ونصنعوا هذا لذكري لأن الزكرة ليها أربع معاني وكلهم بنلاقيهم أو بنشوفهم في كتاب المقدس النوع الأولاني من الزكرة نسميها زكرة صوارية يعني صورة أو تمثال لحدث ما وده شفناه في أيام موسى النبي لما ربنا أمر أنه هو يصنع تمثالين ويحطهم على غطاء تابوت العهد عشان كل ما هنشوفهم هنفتكر أن الله بيحل في هذا المكان النوع الثاني بنسميه زكرة أثرية يعني أثر أو أثر زي ما بنقول في مصر أو شيء ملك شخص ما وده شفناه كمان في كتاب المقدس لما شعب إسرائيل ربنا أمروا وهم بيعدوا البحر الأحمر ربنا أمر الشعب أن هم ياخدوا أحجار من قاع البحر الأحمر معاهم وهم خارجين من مصر رايحين أرض الموعد كل ما هنشوف الحجر ده ده القطر اللي خدناه من قاع البحر الأحمر فنفتكر هذا الحدث اليوم اللي عدينا فيه البحر الأحمر نوع ثالث من الزكرة نسميها زكرة خبرية يعني قصة أو أخبار عن شخص ما وده لقناه في كتاب المقدس لما موسى النبي فكر الشعب في سفر التسنية عن الشريعة اللي قالها ربنا في العهد الأديم وكمان شفنا ده لما عزر الكاهن جمع كل أصفار العهد الأديم اللي كانت موجودة لحد وقته أو لحد جيله جمحها كلها في كتاب واحد وبقى مكتوب فيها الأخبار والشريعة والوصي النوع الرابع من الزكرة نسميها زكرة عينية يعني رؤية شيء أو شخص بحضوره بنفسه حضور الشيء أو حضور الشخص بنفسه دي الزكرة العينية وده شفناه برضو في كتاب المقدس لما ربنا أمر موسى وهارون أنه هما يحطوا قسط المن في تابوت العهد كل ما هنشوف المن هنفتكر اللي كان بينزل على شعب إسرائيل كل يوم الصبح المن اللي في القسط هو هو المن اللي كان بينزل على شعب إسرائيل كل يوم الصبح عشان يقتاتوا به فيترى السيد المسيح يقصد أنهي نوع من الأربعة أنهي نوع من الزكرة حقيقة السيد المسيح في يوم خميس العهد عند تأسيس سر الإفخريستية استخدم الكلمة اليونانية أنامنيسس وأنامنيسس معناها زكرة عينية زكرة بحضور الشخص ومعناه أنه إحنا بنفتكر السيد المسيح المسلوب والقائم من الأموات ونفتكر زبحته على الصليب مش كأنها حدث فات وعدة لكن زبيحة حقيقية حضرة وفعالة في كل قدس فالسيد المسيح الحاضر معانا على المسبح هو هو اللي كان مع التلاميذ في يوم خميس العهد والجسد والدم اللي احنا بنتناوله في الأداس هو هو جسد المسيح اللي اتصلب به على الصليب في يوم الجمعة العظيمة لأنه هو قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبزله من أجل حياة العالم عشان كل واحد فينا يبقى عارف ومتأكد اللي احنا بنتناوله في الأداس الخبز والخمر اللي موجودين على المسبح دول جسد حقيقي ودم حقيقي للسيد المسيح بحسب وعده وبحسب اللي هو قاله عشان كده القديس يحنى زابيل فمي يقول في الموضوع ده حتى الآن المسيح الملاصق لنا الذي أعد المائدة هو بنفسه يقدسها فإنه ليس إنسان يحول القرابين إلى جسد المسيح ودمه واعتفتكر أن أبونا اللي واقف بيصلي الأداس هو اللي بيحول القرابين ده المسيح شخصيا هو اللي بيحولها ويكمل يحنى زابيل فمي يقول بل المسيح نفسه الذي صلب عنا ينطق الكاهن بالكلمات لكن التقديس يتم بقوة الله ونعمته وبالكلمة التي نطق بها المسيح هذا هو جسدي تتقدس القرابين مش أبونا اللي واقف هو اللي بيقدس المسيح نفسه بقوة الكلمة اللي قالها يوم خميس العهد بقوة هذه الكلمة تتقدس القرابين ويكمل القديس يحنى زابيل فمي يقول كثيرون يقولون الآن أرغب في رؤية هيئته وملابسه الناس اللي بيقولوا احنا كان نفسنا نبقى موجودين في الجيل اللي كان موجود فيه المسيح متجسد على الأرض فبيرد عليهم يحنى زابيل فمي بيقول هأنت تنظره وتلمسه وتأكله هو نفسه حقا أنت تريد ملابسه وهو يعطي لك زاته لا لكي تراه فحسب بل تلمسه وتتناوله وتقبله في دخلك كمان يكمل قديس يحنى زابيل فمي يقول متى أكلنا وشربنا من هذه المائدة المقدسة واختلط جسد مخلصنا بأكسدنا ودمه بدمائنا تطهرنا وأصبحنا كأعضاء له وهو كالرأس لنا حينئذ تستنير عكلنا وتتنبه أفكارنا وتقوى أروحنا على مقاومة الجسد وشهواته أدي إيه الجسد والدم أدي إيه سر التناول هو أعظم عطية من ربنا للبشرية أدي إيه هو تعامل حياة الأبدية وترياق عدم الموت إوعى تحرم نفسك من زبيحة الأداس إوعى تحرم نفسك من التناول لكن بالأحرى استعد بالتوبة وبسرط القداسة وبنقاوة القلب كلامنا عن معاني الأداس الإلهي لسه ما خلصتش لكن بنعمة ربنا نكمل الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعنانا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر